بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع استمرار تعطيل الجلسات ومصالح المواطنين والغضايا المهمة اللي كان الجميع ينتظرها بحجة عدم حضور الحكومة واليوم كلفت ياسم رئيس مجسوزة رابي تشكيل الحكومة واليوم أنت تتحمل يا رئيس الحكومة جميع النتائج السابقة حذرناك رئيس الحكومة من بداية هذا المجلس بأن المجلس مجلس الشعب والمرحلة هذه مرحلة تهم الوطن والمواطن ومرحلة بمنعطف يجب علينا جميعا أن نتعاون نتجاوز هذا المنعطف من أجل الكويت ونجل نهضتها لكن للأسف يا سمو رئيس من سوزرة أتيت بتشكيل حكومة غير متجانس وفريق عمل غير متجانس وعلى رأسهم وزير المالية وزير المالية من أول يوم قال الميزانية رفاهة المواطن وكل يوم من بعد الميزانية تصريحاتها ضد المواطن وضد معيشة المواطن بذكره عجز في الموازنة العامة وبذكره بأن الميزانية العامة فيها عجز نتكلم اليوم معك يا سمو الرئيس اليوم كلفت برئاسة الوزراء يجب عليك إبعاد وزير المالية لا يجب أن يعود الحكومة وإذا أردت يا رئيس الوزراء أن تنجح غاراتك القادمة وينجح عملك وفريقك فعليك الاختيار الصحيح وعليك بالاختيار رجال دولة يقودون لمرحلة قيادة صحيحة معك وبغياتك واليوم رسالتنا واضحة لك يا رئيس الوزراء الفترة القادمة فترة إنجاز وعمل لمصلحة الوطن والمواطن أنت المسؤول الأول أمامنا شكرا